الهيئة التنظيمية لمسابقة اليوروفيجن الأوروبية للغناء تتمسك بقائمة ريات المحضورة في نهاية هذه المنافسة الفنية التي تنظم في العاصمة السويدية ستوك هولم في 14 شهر مايو الجاري وتعتذر عن ما بدأ مساواة بين عالم فلسطين وعالم التنظيم المسمى الدولة الإسلامية في المقابل شددت الهيئة على أن ريات العدوانية الطابع والعنصرية والسياسية والدينية وغير اللائقة ممنوعة في هذه التظاهرة هذا القرار يأتي بعد موجة الغضب الفلسطيني توجه منع هذه الهيئة لعالم الفلسطينيين نحن ندعو جون بول فيليبو إلى التراجع عن قراره فورا والاعتدار لأحد عشر مليون فلسطيني عن هذا الخطأ الخطير وغير المقبول والوضيع العالم الفلسطيني معترف به من قبل الأمم المتحدة منذ العام 2012 عند اعتراف الهيئة الأممية بدولة فلسطين ومع ذلك هو محضور من طرف اليورو فيجن تجدر الإشارة إلى أن إسرائيل وهي دولة غير أوروبية تشارك في اليورو فيجن وهو ما يدفع الفلسطينيين إلى اعتبار حضر عالمهم عملا تمييزيا مقصودا ضدهم